اختتمت في امانة العاصمة صنعاء اللقاءات الدينية الموسعة للعلماء والخطباء والمرشدين والمرشدات والتي نظمها مكتب الاوقاف والارشاد في الامانة على مدى اسبوع في مديريات العاصمة تحت شعر معا لتصدي للعدوان وتحصين الجبهة الداخلية علماء الدين وخطباء المساجد العناوين البارزة في منابل الامة العربية والاسلامية تحت هذا العنوان اختتمت اليوم بامانة العاصمة فعالية الندوات الارشادية لخطباء المساجد الساعية للعمل على تحصين جبهة الوطن من شبابها واطفالها ونسائها ضد العدوان السعودي الغاشم المتواصل منذ ما يقارب العام على بلادنا ايها العلماء ايها الخطباء ايتها المرشدات نحن اليوم في اللقاء الختامي للعلماء وللمرشدين ومعنا ايضا المرشدات الدينيات معا ضد العدوان وتحصين الجبهة الداخلية نريد منكم جميعا ان تحصنوا المجتمع ان تحصنوا الناس ان تحصنوهم بثقافة الاسلام بثقافة القرآن علماء الدين اكدوا في لقائهم على وجوب ان يكون الصف اليمني صفا واحدا العمل على نبذ كل المسميات الحزبية والطائفية التي يسعى من خلالها العدوان شق الصف واللحمة الوطنية لابناء البلد الواحد على جميع افراد الشعب اليمني ان يكونوا امة واحدة وان يكونوا اخوة في صد العدوان وحماية البلد وبناء هذا الوطن لانه امانه في عنق كل شخص منا وانه من لم يدافع عن اليمن فمعنى ذلك انه يرتضي هدم اليمن وبهذا يدل انه ليس بيمني لو كان يمني لدفع عن وطنه وانه لا يجوز ان نتفرج على اليمن تهدم وتحطم من اعدائها ونحن نتفرج اهل ذلك الرسالة التي نوجهها للعدوان نقول لهم ها انتم ترون خطباء اليمن ها انتم ترون علماء اليمن ها انتم ترون فصحاء اليمن ها انتم ترون اليمنيين جميعا سيقفون في وجوهكم سيقاتلونكم لن يرضوا عنكم لن يرضخوا لن يركعوا الا لله سبحانه وتعالى في نهاية الفعالية عبر الحاضرون عن امتنانهم لكل من يسعى لتنظيم مثل هذه الندوات الارشادية من الجهات الرسمية في الدولة او من المنظمات الاهلية الوطنية لما لها من اهمية في ترسيخ القيم الاسلامية الصحيحة